اشتركوا في القناة من معرض الخريف والذي يشكل علامة مضيئة في تاريخ صناعة المعارض وتنظيم كبرى الفعاليات التجارية على مستوى مملكة البحرين ليعود للعام الثاني على التوالي في مركز البحرين العالمي للمعارض والذي يعتبر اليوم أكبر وأحدث مركز معارض ومؤتمرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتطلعت وزيرة السياحة إلى نسخة ناجحة بكافة المقاييس لمعرض الخريف مع استقطاب آلاف الزوار يوميا من داخل وخارج مملكة البحرين ما سيكون له أثر ملموس في تعزيز مكانة المملكة كوجهة تسوق مفضلة على مستوى المنطقة مع إقبال كبير من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 ومنها تنويع المنتج السياحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر